اقع شنغلي تاني ممكن تبتدي بالسنغال غير نها تهجم Ruby الطريقة الافضل بالنسبالي هو ان انتت تستنزف عدد دقيق في الحجات الي مليهش لازمة يعني تستنزف عدد دقيق في ان انت تستهلك في الاوتreci stations لأنها دي الحاجات اللي في الآخر بتحط البولن بلاي في ماتشوت انت النهاردة الموتش 90 دقيقة انت عايز تلعب الموتش داربعين 50 دقيقة بالكتير قوي فعشان تعمل كده لازم تستهلك الحاجات اللي بتضيع وقت وفي نفس الوقت ما بتحطش وقت زيادة في نهاية الشوت الاول او في نهاية الشوت التاني فقوت فاول في ان انا بعطل الكورة في ان انا باستخدم الكورة كتير وانا في ان انا احاول انقل كتير يعني احنا كان معنا حالات بس مش هنقدر نستعرضها لان محط نواش يعني في المونتاج ازاي الفرق ما بين لما احنا بنعمل الكورة على الارض بناخد وقت قدي بننهي الهجمة وانا احنا لما بنعمل الكورة الطويلة هيا كانت نقلتين تلاتة مع الكورة كانت مع الوينش الفرق في ثلاثة اربع كورات نفس الكورة في منافس المكان لما بيعمل التمريرة والقصيرة بنقدر نروح مرتين تلاتة نتنقل من التلت الاول للتالت دي بتستهلك ديئة ديئة ونص في الهجمة غير لما تلعبها الكورة طولية غير لما تلعب الكورة الطولية خلاص هي الكورة الطولية توصل في سنتين تلاتة عشان ثواني اول هجمة كلها لو ضعت منك الهجمة خلاص يبقى انت في سنتين تلاتة تخسرت الكورة هو ده المطلوب ان انت تحاول تروح تاخد الاوت في التالت التالت وتوقف فقا بتضيع وقته وتاخد اوت تاني الحاجات دي بالنسبة لي دي الخبرات اللي المفروض موجودة عند اللعيبة بتاعتنا اهم ملاحظة لاحظتها سيبك منهم انا بتكلم عليه نحنا اما ملاحظة حسيت ان احنا بنعاني فيها هي القدرة على الاستحواز انه المنتخب يقدر يمسك كرة ويعمل 10-15 نقلة هل ده شيء مستحيل هل ده شيء صعب هل ده مرتبط باختيار العناصر بتاعت ال 11 الاساسيين ولا مرتبط بطريقة لعب ولا مرتبط بالطريقة الامثل لمهاجمة منتخب زي السنغال هو الجيم بلاي بتاع كيروش هو الجيم بلاي بتاعك ده عقلية كيروش ده عقلية الراجل انا مش مهتم ان انا اعمل 50 نقلة و 30 نقلة عشان اروح للجول لان انا مهتم اروح للجول واسجل وخلاص يعني ده ده الجيم بلاي بتاع الراجل فالمشكلة بالنسبة لي في الحاجات دي انه انت لازم تبقى مستعد تستحوز على الكور يعني للأسف هي ده المشكلة المشكلة اللي احنا بنواجهها مع كيروش من دي وان من اول مراجل حط رجله في مصر من اول مباراة انت معندكش الكدره انك تستحوز انت لعيبتك كلها اللي جاية اللعيبة بتلعب في فرق اساسا بتستحوز فانت تقدر تستخدم ده جوه الجيم يعني ما فيش ماني ان انا جوه الجيم استحوز شوية 3-4-5 دقايق منهم بضيع وقت منها بان انا بخلق فرص وفي نفس الوقت بتحرم منتخب السنغال مكور وده هي دي الفكرة انه انا محتاج اروح ايخد الفاولس بتاعتي واخد الاوتس بتاعتي كلها في التلتة التالتة ان انا لو خدتها عندي دي مشكلة ان انا لو خدت اوت عندي هديبت تحطيلي في مشكلة مش بيحطيني في مخرج بيحطيني في تايت جيمي انا مش عايز اروح للتايت جيمي فانا بالنسبة لي انا عايز بس الرجل يعني يسمح لنا شوية يعني نستحوز شوية عشان نخرج بس للتلت التالتة وكأننا احنا عايزين نستحوز وهو اللي مناعنا بس غالين يروح قبل مروح للمقارنة بالفرقتين والتشكيلين او تشكيل منتخب مصر في مقارنة تانية في جيم تاني حاصل بين صلاح ومانيه ازاي شفته في القاهرة وازاي شايفه في مباراة العودة في السنغال الجيم لصلاح لغاية دلوقتي اه لانه انت اللي سجلت وانت اللي كسبت بس كان في جيم تاني في ارض الملعب لا صلاح مكزبوش يعني ساديو مانيه في المباراة عمل تسع محاولات مراوغة كسب منها سبعة صلاح عمل تلاتة كسب منها واحد فده يوضح الفرق بين الحالة الفردية هنا وهنا مش بتكلم كجيم جماعي لان صلاح جماعيا صلاح عمل جيم دفاعي انا يمكن ما شفتهش من سنين لصلاح بس في فرق في الحتة دي برضو انه ممكن السنغالي يكون عندها يعني ساطر خطورة كتيرة فبالتالي التركيز على ساد يومانيه مزاي برضو ما هم مركزين على صلاح يعني انا يعني فيش لا انت شفت فيها صلاح الكرة ريحاله الى ما لقيت فيه ثلاث وحوش هاجمين على الراجل يعني برضو لا يكلف الله نفسا إلا وسعه في النهاية انت مش متديله المساحة ومش ضاغط بأوراق هجومية انت لعدت مطشك هنا في القاهرة وسط جمهورك بثلاث مهاجمين وسبع مدافعين وبالتالي مطلوب من المهاجمين مصر سواء مصطفى او صلاح او تلزيجي ان هم يبذلوا مجهود خارق عشان يوصلوا بالكرة لان هم يصنعوا فرصة ومش بس يسجلوا ولو هي دي المسطرة في عدد المدافعين فللأسف ساد يومانيه كان بيعد من اثنين تلاتة يعني لو دي المسطرة برضو ساد يومانيه بس ده مش الجيم يعني الجيم في الآخر مش فردي في الآخر احنا نبص للجيم بشكل جماعي صلاح في الحتة الجامعية الحقيقية عمل جيم دفاعي هاي في كذا كرة حتى كانت يعني الناس اتكلمت عليها لأ في كم كرة الراجل بيرجع بيدافع بيسند متمركز لأ موجود يعني موجود وبيقدم الدور الدفاعي بالشكل مطلوب الدوري الهجومي عن صلاح انا كان عندي فيه مشكلة شوية ان انا ومش عن صلاح بس الحقيقة يعني هو عند منتخب مصر احنا لا يعني وخلاص وواضح ان الراجل دي مش افكاره فان ما نقوله هو غير كده مش ينفزه لازم يكون فيه لعيب كارير لازم يكون فيه لعيب يشيلني من التلت الاول والتاني يروح للثالت ده مش بيحصل خالص فاللعيب الوحيد اللي بنكون عليه في الحتة دي هو صلاح والاسف برضو مش بيعمله معانا خريطة حرارية للاثنين هنلاقي انه برضو محمد صلاح في الخريطة الحرارية عنده كزء من خريطة الحرارية بتاعته بيدافع فيه هذه الخريطة الحرارية لمحمد صلاح اه لا فيه شغل يعني بالرجل الموجود بيدافع تقريبا بيشتغل الشغلي اكتر اه طبعا دي مش خريطة حرارية الباك يعني لا مش باك ولا حتى وينج بس يعني لا فيه جزء لا بيدافع لا فيه كورتين ثلاثة لما محمد عبد المنعم خرج رجع وثند مع عمر جابر وقفل معاه لكن هي الحتة اليمين عندنا الحقيقة عمر جابر ومحمد صلاح والنني فيه مشكلة يعني الحتة دي كانت مشكلة كبيرة ولو روحنا للحالات بتاعت ساد يوماني لا مشكلة مشكلة كبيرة الحتة دي فيها مشكلة يعني تقطع دي الخريطة بتاعت ساد يوماني اه طبعا معداش نص مع العهور يعني هو الخريطة بتاعت نص مع العهور هو هاي عدي ان شترى الحتة دي واخترى الجبهة دي والحقيقة عمر جابر دفاعيا مع محمد النني احنا المفروض في المواجهة لعيب بحجم ساد يوماني نحنقول على قد ما نقدر نقفل المساحة الى ما بين الاثنين نقفل المساحة دي وفي نفس الوقت نقفل مساحة العمق لأن ساد يوماني من اللعبة المميزة قوي في الاتنين يعني بعرف تحرك على الانسايد ويتحرك في الانسايد أنا بالنسبة لي ساد يوماني هو أخطر خطير في المنتخب السنغال وحابي بقفل عليه قد بالك أنه عمر كمال عبدالواحد ما لعبش قدام ساد يوماني لا لعب نهائي بطولة أمم أفريقيا ولا لعب مواجهة القاهرة الأولى وعنده اللي يميزه في الحتة دي لأنه قدم أداء جاية في البطولة بشكل عام وعنده حتة الطول اللي بيفتقدها المنتخب خصوصا في علعاب الهواء أبتدي بيه ولا أبتدي بعمر جابر اللي يمكن ما بيجدش علعاب الهواء لكن واجه ساد يوماني فيه المباراة الأخيرة وبالتالي اللعب مش جديد عليه مش هنبتدي من النقطة ومن أول الصات هسمع ردك بس بعد ما نروح لفاصل أخير ونرجع نكمل كلامنا في السادسة مع حضراتكم ومع ضيفنا النهاردة شريف سالم